اهلا وسهلا بحضرتكم مرة اخرى ارحب بضيفي العزيز دكتور كمال هلباوي القيادي السابق بجماعة الاخوان المسلمين دكتور كمال اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا مرحبا كل عام وحضرتك بخير كل سنة انت طيب والامة كلها طيبة ومصر كلها طيب وحضرتك بخير وسعال الله يكرمك ويبرش دكتور كمال ازاي شفت انتخابات حزب الحراء والعدالة النهاردة ازاي نظرت اليها نعم بفوز الدكتور سعدي الكتاب يعني كان امر متوقع جدا المحللين حتى من خارج دواير الاسلاميين يعني حتى ترشيح فدرشحه الف وكام ودرشحه عدد اقل كتير تنبأوا بالنتيجة نعم وفي ضوء ظروف كثيرة منها عدد المرشحين لكل الشخصين نعم منها انسحاب الاخت الدكتورة صباح السقاري منها عدم اكتمال اوراق المرشحين السقارية ممكن اذا غيروا نظرتهم الفقهية نعم فقهية الوسطية هي اللي بتخلي الفتوى مقبولة هي اللي بتخلي الاتزان هي اللي بتخلي في انصاف اما النظرات المتشددة او المتسيبة فبتبقى ناحية اي طرف من الطرفين ولذلك الوسطية دي زي الالم دا كده استاذ خير لو انا وديت ايدي ناحية الطرف شوية شوف بمالت لو وديت ناحية الطرف التاني برضو مالت فالوسطية دي شيء يعني وكذلك جعلناكم امتا جوع لربنا ربنا العامة وكذلك جعلناكم امتا وسطا ايه الجهة؟ انا يعني حواري مع حضرتك النهاردة ايه حوار مفتوح يعني هي دردشة عامة ومحاولة للفهم كده في واحد من الشخصيات الهمة اللي كان لها دور في تاريخ جماعة الإقوان المسلمين يا سلام انسان وطني عنده احلام لمصر قال عليها انها ما تستحقش الظلم دا كله بعد الثورة صح مين الطيار او الجماعة او المؤسسة في مصر التي يمكن ان تعبر عن الامة الوسطة الاسلام الوسطي في عدة عدة مؤسسات نعم او عدة تيارات يعني مش تيار واحد نعم وكل تيار دخله في وسطيون وفي غير متشددون في سقور وحماء ووسطيون نعم حتى في الفقه نعم فيعني اكتر ناس مفروض يكونوا في استقامة وسطية واضحة جدا لان دا جزء من مما تكلم فيه الامام البنة من صفات الدعوة الربانية والشمولية والوسطية والعالمية الاخوان المسلمين المفروض المفروض نعم مش الازهر الشريف لا والازهر ما انا قلت فيه عدة مؤسسات نعم طيب والازهر ايضا انما انت بتشوف الان في الازهر بعض المتسلفين من الاسادزة نعم بيظهروا على القنوات الدينية لا يمكن يكون دول تعليم الازهر صحيح اليس خزالي صحيح ايضا السلفية فيهم مجموعات وافراد في غاية الوسطية زي نادر بكار زي محمد نور زي جماعة البناء والتنمية الجدد شيخ محمد حسان في يعني الى حد ما في ظني نعم في ظني لانه لانه الشيخ حسان راجل بيمثل مدرسة وفي الفتاوى بيراعي هذا نعم انا بتكلم عن خطابه بشكل عامل خطابه مقبول ومحترم يعني نعم ففي اكتر زي الفرقة الناجية نعم في عندنا مشكلة يا استاذ خير زي الفرقة الناجية وفي حديث صحية فكل مجموعة بتعتبر نفسها الفرقة الناجية وبتفسر الحديث انه تفترق امتي على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار الا فرقة وحيدة انما المعنى غير كده المعنى الفرقة الوحيدة دي قد يكون واحد في السلفيين واحد في الاخوان واحد من الاثنين وسبعين كل واحد في الاعلام واحد في مؤسسة الرئاسة واحد ماش فرقة واحدة يعني ماش مؤسسة واحدة ولا جمعية واحدة نعم انما في صفات وقيم هذه الصفات انت حققت اصبح ده من الفرقة الناجية حتى لو كان في جمعية كلها متشددين نعم او كلها متسيبين يعني يعني فاحنا ساعات التفسيرات بتبعد عن الوسطية نعم فده مشكلة ده مشكلة فموضوع الانتخابات الاخوانية النهاردة الحروية والعدالة مشكلة من مشكلتها ان في اكتر من مرجعي يعني لو كانت المرجعية فقط للجمعية العمومية نعم اللي راحوا صوتهم دون اي تأثير جانبي او خارجي او دون سمع وطاعة او دون كذا وكذا اقولك نتيجة الانتخابات فير مية المية وكويسة لكن الواقع لكن الواقع غير كده نعم ويجب ان الاخوان تدرك هذا وتعترب به يعني هذه الانتخابات فيها سمع وطاعة وفيها توجيه وفيها ايو تعبير عن ارادة المرشد ومكتب الارشاد المتنفذين نعم يعني انا اتمنى ان الاخوان المسلمين كلهم يكونهم النساء يكونوا زي صباح دي السقاري مستقلة واضحة عايزة المرأة يكون لها مكان ويكونوا افراد يعبر عن انا ساعات كنت من الحاجات انا بقول الدرس ده عشان الاخوان يسمع نعم لما كنت اكون في برنامج تدريبي او تمريني او ورشة ولا مخيم. وكون بدي محاضرة او ندوة. اه 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 يعني احب اه اه انغنش الناس كلها. يا ابن ام انت اتكلم يا اخويا ام اتكلم. في ناس لا يمكن يتكلم. لا يمكن. لا يمكن. لغي عقله تماما. يعني بيستقبل فقط. وده خطر من ده بقى وديه هنا هاته هنا يعمل هنا والسمع والطاع عنده ما بيكونش مبسل. وخاصة مع ثقة. طرف المنافسة وهم داخلين هذا الصباق. بمفاهمين اللعبة وفاهمين اصولها. يعني عصام العريانة عارف انه هيدخل ولن يوفق اه الدكتور طبعا مع كامل الاحترام. يعني احنا الالقاب دي. انا بالاخرى ما عندناش القاب بالمناسبة. اه السيدين عصام العريان وسعد الكتتني. داخلين وعارفين قانون اللعبة. وانا عارف ان انا هخسر. وانا عارف ان انا هكسب. وقار المشهد. ولا داخل. ممكن واحد منهم يكون عارف. انا هقول لحضرتك شيء. انت لو عندك التحرير. اسف. الحرية والعدالة بتاع انبارح الجريدة. فول صفحة لو بصت فيها. بتاع انبارح. نعم. تلاقي برنامجين. سعد الكتتني على اليمين. وبرنامج مفصل. وواضح. والاخونا الدكتور عصام على اليسار. وبرنامج ثلاثة اربع نقاط. انا لو معرفش حد من الاتنين. من الاخوان او من غير الاخوان. فلاص فهمت انه دكتور سعد الكتتني. اه? ودي ودي يعني غلطة. انا مش عارف ازاي تحدث. نعم. قبل انتخاب. زي ما يكون كده انت بتدي. في جريدت الحزب فانا اعلنت موقع. جريدت الحزب مبارح. نعم. لو عندك تقدر تشوفها خير. ولو كنت اعرف ان هنتكلم في المشكلة دي كنت تخيبتها معا. انا مش بشوفها مشكلة. انا بحاول اقارى لان حررتك كمان قلتلي جملة دلوقتي. ان انا بقولي الكلام ده عشان يسمعوا الاخوان. اه نعم عشان انا انا اهم من الاخوان. انا هو سؤالي هما ما عادوش بيسمعو. انا. يعني لو حضرتك اردت ان تسمعهم. هل اصم بعض قيادات الاخوان اذانهم. اه طبعا. ما عادوش بيسمعو المخلصين. اذا اذا واحد مسؤول عن دايرة. ولهم ما تسمعوش لخير رمضان. ما تسمعوش لكمال هلباوي. ما بيسمعوش بيسمعوش. ما تشفوش السي بي سي دي. ماش هشوفوا السي بي سي. اه. فاحذر يعني. خد بقى. لا لا دا انا متروع. عادي عادي. تعودت معاهم براحيتهم. ايوة ما دي مشكلة التنظيمات التي تركز على التنظيم اكتر من الفكر والعقل. دي المشكلة. ما هو حسن بنا جمع بين الاتنين. ام. عنده تنظيم قوي. تنظيم حديد يعني. ورباهم تربية قوية حتى التنظيم الخاص. انما راجل صاحب فكر وافق. اه شي غريق. انا لما عملت الحلقة عن حسن بنا مع الاستاذ عمدين اديب. نعم. والله يا اخير. الناس اللي لا يمكن تفكر. انه يعني بص ناحية كسم الاخوان المسلمين. من العلمانيين والليبراليين والناس اللي ما لهم كانوا اتصالات بالمئات. والمسجز اللي بتغيلها على التليفون. معقول كده هي دي الاخوان. هو ده حسن البنا. هو ده ده حسن البنا. وده مشروع. ايه الفرق بين حسن البنا والاخوان الان? كم تبدو المسافة قريبة او انا قلت تلت حاجات مع الاستاذ عمد. نعم. الناس بقى يستغربوا. اما حسن البنا الله يرحمه يقول مثلا. نحن نعمل للناس في سبيل الله اكثر مما نعمل لانفسنا. شوف القيمة. ازاي تحقق ده في واقع الامر. لا يمكن مع هذا انك تلاقي اخي من الاخوان بيضرب او يتخانق او يزعل او. ده زمان. اه ما انا بقول لك. نحن نعمل للناس في سبيل الله اكثر مما نعمل لانفسنا. شوف المحاور في جملة واحدة. نحن الاخوان المسلمين نعمل لهذا الشعب المصري. ولكن عملنا ده ايضا متجرد في سبيل الله. لا نبتغي به جزاء ولا شكورا. اكثر مما نعمل لانفسنا. وياثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو انا محتاج حاجة والشعب ده محتاج حاجة. شوف القيمة. مش بس التنظيم. القيمة القوية جدا والعظيمة. اه جدا في هذا الامر. يعني ده ده المحبة. العمل. محبة الناس. نعم. الدعوة. حسن البنة بيقول في رسالة المؤتمر الخامس. في مواصفات الاخوان هو بيتكلم. بيقول ان انا ساعمل. او الدعوة دي يجب ان تعمل على ان تصل الى كل بيت. الاخوان عندهم تمنمية الف. مليون. طفين التسعة وتمانين مليون التانيين. او الخمسة وتمانين مليون. انا كنت امبارح. في حارة. ما استغرابس. لان الناس اللي شافوني خارج من الحارة. او جم ياخدوني بسيارة لقناة صدى البلد. امبارح. الرجل سوا كان خايف. وقال لي انت ايه اللي جابك خينة. انا كنت في حارة عشوائية. اسمها حارة القناة. متفرعة من شارع احمد عرابي. في منطقة حتة اسمها عثمان. عزبة عثمان. في شبرى الخيم. في اصدقاء من اللي عرفتهم في التحرير في الثورة. دعوني. فروحت. وعملين يعني كده جلسة في الحارة. وزي شادر صغير كده. تلاتين. خمسة وتلاتين واحد جم. وجلسنا نتكلم فيهم. واحدة من مشكلاتهم. وانا بقول عشان برضو الناس تسمع. قالوا لي الناس اللي جملنا في الانتخابات وكانوا بيزورونا كل يوم. بما فيهم الاسلاميين. لم نرى احدا منهم بعد الانتخابات. لا يمكن ده يحصل في تنظيم بيرائب وبيدفع الناس. ولا يحصل عند واحد راح قال للناس. انا عايز اصواتكم. ثم ادلهم ظهروا. نعم. والله انبارح الجلسة في اه حارة القناة. متفرع من شارع عشر. او شارع احمد عرابي. في وسط اكوام الزبالة. اللي الرئيس قال انه سبعين في المية منها ولا اربعين في المية اللي اتعمل. الناس قالوا لي والله يوروني اكوام زبالة هيلز. تلال. زي الهرم الصغير ده افشال احمد عرابي. نعم. وياريت ياريت مرة تبعت معايا كاميرا. انا بروح لهم يعني كل شوي. بس اصلاح كتير مش محتاج حتى روحي ناكز. بلا موجودة في. ايو بس تعال اشوف الناس. بقولك والله السواء اللي جاني من صدى البلد كان قايف يدخل المنطقة دي. الناس دول هتسيبهم لمين? فين عمر بن القطاب اللي كان بيتعسس الناس بالليل. انا بدرست كده. ومرسي درس هزا الكلام. نعم. والبلتاجي درس هزا الكلام. وبديع درس هزا الكلام. درسنا هذا للناس. هو ايه اللي حصل يا دكتور كمال? يعني ما الذي تغير في الاخوان? وهل هذا التغير حدث بعد الثورة? ام ان كان له مقابلات? لا هو من قبل الثورة موجود. من قبل الثورة موجود. قد يكون جزء منه نتيجة الضغط الامني. نعم. قد يكون جزء منه السجون والمعتقلات والنفس اللي بتتأثر. قد يكون جزء منه يعني ضحينا بما فيه الكفاية. ام. الان جني السنار. قد يكون جزء منه اي تفسير. انما اه مش مش ممكن ده. انا والله يقول لي كان الاستاذ فريد عبدالخالق وهو لازال على قيد الحياة. سبعة وتسعين سنة. وكان لصيق الصلة بالامام البنة. الله يرحمه. يقول لي ساعات لما كنت بروح ازوره. لما زور الامام البنة. اه اخاف اقعد قوي على الكرسي. الكرسي اللي انا رايعة والكنبة. اخاف اجلس قوي لان خايف لا يكسر. نعم. وفي نفس الوقت يقول لي ليه لتفرحي. شوف التدريب والتمرين والثقة والاعداد. مش اسمع وطيعه بس. ليه لتفرحي قال لي بعد ما الفرح خلص. لقيته سايب لي ورقة كده. قال لي اخ فريد خد الورقة دي معاك. لقيته مكلفني بش اشغال لغاية الفكر. اشغال. اشغال. اشغال لفريد عبدالخالق ما هو. نعم. لانه التمرين التربية التأثير. حضرتك اهل الكفاءة. اهل الكفاءة. قلت له جملة استوقفتني لان كتير من القوة السياسية بتتكلم معنا. اللي هي جاني الثمر. اي. البعض بيرى ان الاخوان متعجلين جدا. بيرى ان بعضهم فعلا بيقول هذا وقت جاني الثمر اللي قد دفعنا الثمن ونحن الاحق بخير هذا البلد. لصالح هذا البلد من وجهة نظرهم يعني. هل تعتقد ان هذا خطأ كبير يمكن ان يدفع الجماعة الى اخسارة كبيرة كان يمكن ان تتحاول الى مكاسب؟ انا احب اقول لحضرتك. لما ترجع البيت اليوم بالسلامة. هات مجلد الاول من الظلال اللي كتبه الاستاذ سيد رد. طبع. رأى صفحة ربعمائة تمانية وخمسين ربعمائة وخمسين ربعمائة وستين. المجلد الاول. وارجو ان الاخوان اللي بيسمعونا يفتحهم الظلال قدامهم الان وانا بكلمك. هتلاقي الاستاذ البنة اللي بينسب اليه بعض ما يسمونا بالقطبيين بيقول معاني رقية. ان احنا كاخوان لا ينبغي ان نعتقد في حال النصر. ان ربنا جاب النصر داعشان. انما لاسباب يعلمها هو. اما اذا وقعت الهزيمة فلتمحيس النفوس واستجلاء الحقيقة وتبيان الامور وهو الاخر. وليس لنا من ثمرات هذا النصر. هذا تعبير الاستاذ ضد. شيء من ثمار هذه الارض. اللي اللي بيجري وراء فايدة شخصية او منفعة ذاتية. ولا جايك الاستاذ البنة كان لو لقينا احنا ناس كويسين يحكموا البلد احنا مستعدين باجنود له. انا يعني انا اريد مع هذا الشعب ان احتكم الى قيم ومبادئ. هل انا محتاج. نفذنا هذه القيم والمبادئ اهلا وسهلا. البردعي زي اللي مجبرتعي. انا حصل الارتباك يا دكتور كمال. اه? حصل الارتباك. ليه? وحضرتك بتستند الى اقوال اه. سيد قد. سيد قد. او اقوال البنة. اه. بتحسسني ان هذه المرجعية وعلى الاخوان ان يلتزموا بها. فاذا عادوا اليها سينصلح حالة. في حين ان انا عندي كتاب وعندي سنة. عندي القرآن الكريم وعندي السنة النبوية. بتقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه. ومع ذلك الخلق والمسلمون لا يفعلون ما في الكتاب والسنة. خلينا اشرح لك العقدة دي اخي. اه فعملان عقدة دي. ما انا ديكت عندنا برضو. انما القرآن والسنة بلغة عربية. فيها بلاغة لم لم توصل. نعم. خلام ربنا. وحي ربنا. انا لما اراه هطلع منه برأي. وحضرتك هتطلع منه برأي. والتالت برأي والعاشر برأي. لان عقولنا مختلفة. نعم. وقدرتنا على الاستخلاص. وقدرتنا على الاستعاب. مش مش واحدة. ففي ناس ربنا بيهياءهم. زي الله يرحمه. يعني طبيب معين. ليه? طيب ما كلهم زي بعض. ودأ طباء. ايضا. مختار الاكثرهم علما والاكثرهم خبرة والاحسنهم اداءا. ايوة. نعم. ففيه ايضا في في القرآن. انت عارف علوم القرآن يا خيري لما اخواننا بيعلمونا. علوم القرآن يمكن ان تكون خمسين علم. ازاي ده? التفسير. الشرح والتفسير. اسباب النزول. اماكن النزول. البلاغ اللي فيه. نعم. الايات الاحكام. مش اي واحد. في نهاية ربنا في كتابه الحكيم قال لي ما اتاكم الرسول فخدوه وما نهاكم. مهمين يشرح لما اتاكم الرسول فخدوه. ده العلماء اللي بيفسروا ده. هل كان اه سيد حسن البنة او السيد قد. السيد سيد قد. خلينا في حسن البنة. طيب. سيد حسن البنة. كان دور. هو مفسر. هو عالم في الفقه الاسلامي. لا هو حسن البنة. ولا مصلح اجتماعي. استوعب. انا قال للاخ ابراهيم بيومي غانم. ويا ريتك تبقى تشوفه مرة الدكتور ابراهيم بيومي. نعم. والشخصيات زمان وهو لسه بيدرس الماجستير. قال لي اقيمال انا رحت شفت ما بقي من كتب الامام البنة في المكتب. نعم. بعد الغارات والتهديد والسرقة وال. قال لي لقيت بعض الكتب الكيمياء والطبيعة له علامات عليه. نعم. زي الشيخ الشعراء وما كان بيتكلم في بعض الاسباب. طبعا. والحاجات الكونية. وهو مدرس علوم تجربية. نعم. ففي ناس ربنا هيئهم انه يستوعب ويعمل هض ويدي لك الحاجة جاهزة كتا. وانا ارى ان حسن البنة الله يرحمه كان واحد من هؤلاء. او من 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 الاقلية القليلة جدا. الاصول العشرين اللي عملها الاستاذ البنة. لفهم الاسلام. وهنا انا وانت بنفهم الاسلام زي ما حضرتك قول. نعم. البنة الله يرحمه حتى عشرين اصل من اصول الفا. مش اصول الاسلام. نعم. اه عشرين اصل تفهم الاسلام في ضوء. من وجهة نظره. لما تيجي متشابهات. اه. من وجهة نظره. من وجهة نظره. من وجهة نظره انما انا اجتمعت مع علماء من شتى اكتر الارض. نعم. نحاول ان احنا يجد صغرة في هذه العشرين اصل ما فيش. الشيخ الغزالة الله يرحمه. هل هي مختلفة عن جمهور العلماء? اه. ما انا خليه ان جمهور العلماء ما اتكلمش فيها. نعم. انها ما اتكلمش فيها. يعني هو مجتهد. اه هو لم. نعم. جمع. تعرف الرحيق كده للم حد يجمعه. هقولك واحدة منهم بس. نعم. البند تمنتاشر وانا دايما نستشهد به على سعة عقل وفطنة البنة والموهب. شوف اقولك سطرين وانتحكم عليهم يا اخي. في البند تمنتاشر من اصول الفهم بيقول ايه? بيقول الاسلام يحرر العقل. ويحث على النظر في الكون. ويرفع قدر العلمي والعلماء. ويرحب بالصالح النافع من كل شيء. فالحكمة تضلت المؤمن ان وجدها فهو احق الناس بك. يجي واحد يقولك الديمقراطية كفر. ولزال عندنا. طبعا. ها? طبعا. من البرلمانيين وغيرهم اللي بيقول كده. شوف حسن ما يقولك? يرحب بالصالح النافع من كل شيء. لان النبي قال الحكمة ضلت المؤمن. نعم. ان وجدها فهو احق الناس بك. شوف يقولك بيحث على النظر في الكون. ولزال كان يقول له اخوان عملنا ايه? كاخوان? ها? او هنعمل ايه دلوقتي في النظر في الكون? امام الهيمانة الامريكية والضغط اللي جاي من هنا وصندوق النقل. اما يقولوا لنا ملكش دعو بالكون ده بتاعنا. وباما او رومني او بوش لو كان لسه موجود. هيقول لا الكون ده بتاعنا ملكش دعوة. نتخليكم مسترحين. حضرتك. انا بيقول الايرانيين. انا اسف. حضرتك بتصنف الامام حسن البنة من وجهة نظرك ايه? انا بقول عليه مجدد. مجدد القرون الاخيرة. هقولك اللي قالوا عليه روبير جاكسون الامريكي سنة ستة واربعين. نعم. روبير جاكسون. قال لما ظهروا سنة ستة واربعين والاستاذ انور الجين ده اللي يرحمه ترجمه في في ده كلام اسمه الرجل القرآني. حسن البن من الرجل القرآني. نقلا عن روبير جاكسون وما كتب عن حسن البن. قال انا قبلت اليوم رجلا في مصر اه اذا طال به العمر سيغير المنطقة من حوله. واذا كان واذا ما اذا كانت الاحداث اكبر منه اه الله يرحمه. وسنة تسعة واربعين قال انا قلت كذا كذا كذا. ده سنة ستة واربعين. نعم. وهو استوشهد في اتناشر فبراير سنة الف وتسعمائة تسعة واربعين. نعم. حسن البن الله يرحمه. حسن البن شخصية اه ربنا ادالوا ادالوا موهبة مش كلها. يا اننا عيسهم يشوفهم انتموا الى جماعة مؤسسة كان ايه. في امتحان. هم ما يعرفوش دلوقتي. لا. ما يعرفوش. لا لا. ما يعرفوش. كتير منهم ما يعرفوش. في القادة وفي غير القادة. القادة كمان. اي طبع. انا يعني يعني ما يلفزه من قول الا لديه رقيب عتيد. نعم. انا مش ممكن اجامل حد بعد عمر اربعة وسبعين سنة. طلط العمر. لما راح يمتحن في دار العلوم سنة سبعة وعشرين. سألوه الاسد. انت حافظهم القرآن. انا حافظ القرآن كله. امتحنوه. وجدوه ترتيلا وتفسيرا. واداءا. شيء الدوله الدرجة النهائية. طب السنة بقى يا مولانا ايه عندك. انا الحمد لله من بيت. مهتم بالسنة. ابوه والله يرحمه الساعات. نعم. احمد عبد الرحمن. فقريت الكتب الستة. وقريت اضافة عليهم كزا وكزا وكزا. سألوه. اجاب. قال له طب تعالى بقى يا شيخ. ما تعرف ايه في الادب او الشعر. قال له ما نحافظ تسعتاشر الف بيت. من الشعر. طيب عقب اخر. ما اجمل بيت. اريته لفت نظرك. قال لهم اذا القوم قالوا. من فتى. خلت انني عنيته. فلم اكسل ولم اتبلدي. شوف الهمة. ولذلك انا لما ارى في ابن القيم بيقول ينبغي على المسافر. المسافر الى الله يعني. مش المسافر في من شبين لطنطا. المسافر الى الله. ينبغي على المسافر ان تكون له همة. تسيره وترقيه. وعلم يبصره يهديه. اقول هو ده البن. الله يرحمه. ماذا تبقى من هذا الشخص العظيم الذي تحكي عنه في جماعة الاخوة المسلمين الان. تبقى منه النظام الاسر. ان الناس بتجتمع كل خميس او ثلاث او اتنين او حد. زي ما يتفهم. كل خمسة ستة او سبعة. وليهم مدير اسرة او نقيب اسرة. وساعات يجيبهم حد من المتخصصين يحضر الاسرة. يدي دورة من الدورات او يشاركهم في شرح او تفسير. اه دورة علمية جميلة. انما المحتوى والجوهر غير اللي احنا تعلمناه على ادين علماء ضخام. زي العسالة الله يرحمه. زي القرداء وربنا يطول عمره. زي الاستاذ صلاح الشادي. زي فريد عبدالخالق. يعني ناس فيهم الدعوة وشربوها وشافوا اداء. اداء الرجل كان بيقول ايه. يعني يعني الاستاذ البنة لما بيرولي ان ابراهيم كروم المعلم ابراهيم كروم الله يرحمه. عم حسنين كروم الان. نعم. يأتي بالزعف المعروف. نعم. لما كان عمل اه في السبتية اه دورة كده او او محاضرة او شادر. وجيه كروم مصلط من بعض الناس عايز يفسد الامر ده. نعم. شوف بصيرة الناس يا استاذ خيري والتواضع وال. اللي هم سيبوه هي جيه يقعد جنبي. على المنصة. قاعد الراجل جنبه على المنصة. سمع كلام الراجل. اصبح من الاخوان المسلمين. المعلم ابراهيم كروم. نعم. اللي كان عنده كذا وكذا وكذا. ها? وتخلص من ده. وسجن مع الاخوان. الراجل ده كان فيه شيء غريب. الله يرحمه يحسن اليه. شيء غريب. الامام البل. يعني. انا انا ما ارى افكاره. وانظر ايضا الى سيد قدب الله يرحمه. اجد ان احنا ظلمناهم. لانه ما استوعبناش كتير اللي. اللي. جماعة الاخوان ظلمتهم. مية المية. مية المية. اللي. فانت سألتين ايه اللي بقي. الاسرة. نعم. وشكلها. وبعض الاسر ربنا يوفقها تجد واحد يعني له آآ باع طويل في علم من العلوم. فبيفيتهم. وبعض الاسر ما ما بتجدش ده. هل الام حسن البلد كان بيؤمن بوجود قوة عسكرية اجناع عسكري داخل التنظيم للحماية للقوة لخلافهم. في امران استدعى هذا الذي تقول عليه. نعم. الامر الاول وجوده قوات الاحتلال الانجليزي. نعم. ولذلك لقينا الاخوان بيقتله في القنال. والامر التاني قضية فلسطين. نعم. ومشاركة الاخوان. انما لم يكن يؤمن بالقوة العسكرية للصراع الداخلي. ده غير فكر الاخوان. هل داخل الاخوان من يتبنى هذا الفكر موجود قوة. انا. ما معرفش. انما انما اذا اذا وصل الامر الى ان الشعب معاك وبيطالب بكذا. انت كمان تبقى مع الشعب. لان احترام البنى لارادة الشعب. احترام لا مزيد عليه. اكتر من مقال في النظام الاسلامي. في الاقتصاد والسياسة. وحدة الامة وارادة الشعب. وحدة الامة وارادة الشعب. يرجع الى ارادة الشعب. ووحدة الامة. وكان له نقد للدستور. يا ريت اللجنة التأسيسية تقراها. ايو الله. ما اغلب عندهم اغلبية اخوان. ما عليش. انا مهما كان. خليهم يقرم ماذا قال البنى عن الدستور. نعم. قال حكتين اتنين. عشان اختصر بس. ونروح لنقاط اخرى. فضل. قال ان الدستور. يعني ان اولا قال ان الاسلام لا لا يعني اقرب اقرب شيء الى الاسلام من الانظمة القائمة هو النظام النيابي. الدستور. اقرب شيء الى الاسلام. انما الدستور ايامه. قال ان فيه مشكلتين. المشكلة الاولى انه فضية الكلام يحتمل اكثر من معنى. زي المادة الستين في الاعلان الدستوري. نعم. وتمانية وعشرين. اللي اعملت لنا مشاكل. وقالي الحاجة التانية ان القوانين بتسن بالمخالفة مع الدستور. نعم. كان وضع. انما اسنى على الذين اعدوا الدستور. والاسدت القانون الفقه الدستوري وما الى زال. كان منصف جدا. كان عنده انصاف. غريب لما الايب يتكلم على النحاس ولا الملك ولا الوفد ولا غيره. وكان عايز يعمل اه 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 انسجام في المجتمع. حاول كسير او يعمل انسجام في المجتمع. نعم. انما بعض الاخوان المتسرعين. او اللي فهموا غلط الدعوة. حطوا الدعوة في مشاكل. وده ممكن يتكرر مرة اخرى. انت حضرتك بتكلمني عن الاغتيالات التي تمت وان كان بسبب فهم خاطئ ومع ذلك. الاغتيالات. اعتبر. بس هو اعتبر هذا قتل خطأ رغم انها. ده زه قطرق في هذا يعني. لا هذا مش قتل خطأ. هذا مش قتل خطأ. لا البناء ان ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين. ما يقصدش انهم كفار. نعم. انهم مسلمين كويسين. فالحقيقة الحقيقة البناء يعني قيمة كبيرة جدا يا الخير. طيب. عايزة تنقل لمنطقة تانية. يا ريت. يا ريت. والظروف الان كويسة. يعني يعني ما عديدش الظروف. مش لما الناس يشوف من امانوا به. لا انا 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 اجيب محفوظ وادبه في الادب. طبعا. وبنتكلم على غيره. انا انا لازيبت اذكر اذكر من الاربعينات والله اخر محمد ذاك عبدالقادر. نعم. لما كان اقراله. طبعا كاتب كبير. او احمد بهاء الدين او غيره يعني في محمد التابعي. نعم. رغم اللي يعني يعني فيه ناس مليش دعوانة باتباعه. رغم ايا دكتور. اه? رغم ايه لما جيت عندي التابع قلتلي رغم ان. يعني انا عايز اقول. كان اكثر تحررا وانفتاحا يعني. اه يعني بعض من عرفت وما الى ذلك. يعني يعني انا عايز اقول الفرصة مواتية. ان الشعب المصري باكمله. وليس الاخوان فقط. لان احنا عندنا عدة مشاكل. ما يعالجهاش الا فكر الامام البن. ما يعالجهاش القرآن ولا السنة النبوية? لا. ولا التفسير بتاع الامام حسن البن. اه لا. فهمه. مش تفسيره. فهمه. نعم. هناك من شرحوا القرآن احسن من حسن البن. زي الشعراء ولما كان. لم يأتي احدا في تاريخ. انا مش متفسر. انا اسف. لم يأتي احد في تاريخ الاسلام. اي. فهمه. للاسلام افضل من حسن البن. يا سلام. احد يقدر يقول كده. انا بسأل. ده هو نفسه. هو نفسه قال كده. يعني كل واحد يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يتكلم عن الصحابة في كل احترام. ما جاء عن السلف الصالح. رضوان الله تعالى عليهم. قبلناه ما دام موافقا للكتاب والسن. وإلا فان كتاب الله وسنة رسوله اولى بالاتباع. شوف نص كلام الامام البن. لا ده دقيق جدا. دقة. انما نعيز اقول لها الخيري. اذا انت. يعني ازي. مهنيتك الراقية. وثقافتك الواسعة. او او ترى حد تاني ايضا. اه نعمل مجموعة حلقات عن حسن البن. حلقات. انا هزام المجموعة حلقات عن كل المسلمين. هيحل 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 ميت مشكلة بيعاني منها الوطن ومستقبلها زي التشدد. نعم. ازاي. انا عندنا مشكلة فيه تكفريين الان. في ناس كفروا مرسي. نعم. اليس كذلك. نعم. لازالوا كل يوم يطلعوا في اللي بيسموا نفسهم الجهادية. الجهادية السلفية. السلفية الجهادية. نعم. لا هم مش سلفية جهادية. دول التكفريين. بس سموا نفسهم كده. عشان يبقى يسمى مقبوط. وتبقى المسألة هي اسرائيل. ايه. ويبقى ده العدو والصول. طب احنا. 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 الى متى نترك هذا. ده مرض. هو انت شايف يا دكتورنا. ان الناس اللي حررتك عايزنا نكلمهم عن الامام حسن البنة. فيهم الدين الاسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام بالقدر الكافي. ما هو ده اللي هيفقى. هو البنة بيدعوم لايه. نعم. البنة. تمانا لديه الاصل الاول اللي لسه متقراش. ده انا عند الاصل فيه مشكلة في فهم الناس للدين حتى الان. طب خلي واحد يشرح للبيت الشعري ده. قلهولي علشان انا معي يا دكتور اسامة السيد بعدها هتراحه عليه وهو من علماء الانظر. الم 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 دواءه ان 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 العشق. طب والله لأ انا مش حارب لأ. بأي مانا. الفصل انا هكتبه هكتبه. يا سيدي فيه كلمات من البلاغة انها عايز المعنى الدقيق الذي يقصد. والامام البنة عنده موهبة في دي. ما انا ضربت لك مسأل بالاطباء. طبعا انا اخضر جدا ده انا منع لحتى اتحدث. انما هو دايما يقول مرجعيتنا مرجعيتنا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهر الثابتة. طيب انا عندي تلات اسئلة. فضل. السؤال الاول كيف ترى جماعة الاخوان المسلمين بالنسبة للرئيس محمد مرسي هل هم عبءا عليه ام عونا له. لكن ايه هيكون ده وهيكون ده. الواقع حتى الان في ما تم في الايام القليلة الماضية نحن نتحدث عن اكثر. انا ما عنديش ملف كامل. الرؤية. انما اه انما ما عنديش ملف كامل لان التقويم يا الخيري. التقويم عشان نكون موضوعيين جدا. نعم. لازم تتوفر عندي. انا اشتركت بالمناسبة في التمانينات في فريق تقويم الجامعات الخليجية. نعم. يعني. الجامعات. 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 ايو. 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 الجامعات. نعم. نعم. يس. اه. يعني اشتركت في هذا. فانا وكان معنا الدكتور محمد سليم العوة. نعم. و و و و و فريق لتقويم الجامعات. فتعلمت كتير اوي وانا 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 في هذه المهمة. لانه انت محتاج تقوم اه كل الملفات وكل القرارات التي اتخذت. وكل الاتصالات اللي بينهم. والقضايا اللي اختلفوا فيها. والقضايا اللي وفقوا فيها. واللي ضغطوا فيها. اما كانش ده كله متوفر. فبيبقى اللي احنا بنعمله نوع من المحاولة. ولذلك انا دايما مقالات محاولة للفا. نعم. الكلام ده من السبعينات. محاولة للفا. ولا ازعم انني فهمت قضية من القضايا. نعم انا بحاول افهم. نعم. ففي ضغط سؤال حضرتك. ومحاولة فاهمي. نعم. انا يعني و وما نستدع في الصحف وما الى ذلك والجرايد والا والا يعني. والقرارات. مرسي الان وهو في الكرسي. اه النفيذة اللي بينظر منها الى العالم اوسع من اللي بينظر منها الاخوة. نعم. فمن هذه الزاوية هو ممكن يبقى اقرب الى اتخاذ القرار السليم. فاذا جاء له ضغط من الخارج في اي قضية ممكن يبقى ضر عليه. لان هو بينظر للعالم الان من نفيذة اوسع بكتير جدا من اللي شايفينها الاخوان كله. نعم. هل يمكن. اللي ازا بقى كل من اللي يجيله يروح يوديه لهم. شوفوا ده. هل ده ممكن? لا مش ممكن. مش ممكن. مش ممكن. انا متأكد ان هيجي اقوعت الاخوان هيتعبوا عشان يكلموا بتكليفون. الاخوان دي لحد فين يعني? لحد درجة مين يعني? كلهم بلا استثناء. هيجي وقت. يصعب. عليهم. حتى على المرشد? حتى على المرشد. لا يستطيع ان يصل الى الدكتور محمد مرشد. هيجي صعوبة. هل يمكن ان. القضايا والملفات والمسئولية والامانة والامانة. ها. الدكتور محمد مرشد هل يمكن ان يتخذ قرارات تتعارض مع رغبة. مكتب الارشاد او تضر به او تفرد عليه واقعنا. لا تضر به ليه? مفروض الرئيس ده ما يضرش بحاجة. لا مش ضرر فرض قانون. اذا كان القانون يفرد هذا. لا القانون يفرد يبقى لازم يسر على الجميع. يعني. يعني والله. هم مش تتعلم الكلام ده. ودرسه. والله لو ان فاطمة منت محمد ان سرقت لقطع محمد دنيا ده. وشاف سيدنا عمر بن الخطاب. وهم الناس بتغريه. والناس مين? الصحابة كرام الصحابة. خلي ابنك عبدالله مع المجموعة اللي بيختار منها المسؤول. وعبدالله مين? فقيه? مجاهد? صحابي? قال لهم كافة ان يسأل من اهل الخطاب واحد. نعم. شوف ادي القيم اللي انا تعلمناها يا اخي خيرا. طيب. سؤال الاخير التنظيم الدولي. هل له ضرورة حتمية? لان الاخوان يحكمون موجودون في مصر موجودين في تونس. هل وجود تنظيم دولي? انا شايف ان له له ضرورة واهمية. وده اللي كان بيتطلع اليه الامام البنة. والفترة اللي مضت واللي انا كنت فيها عضو في مكتب الارشاد. وبنشتغل في هذه القصة كان مجرد تنسيق. ولذلك ما رضيت يوما ما ان احنا نكتب تنظيم دولي. يا اخوان ده تنسيق دولي. يا اخوان ده تنسيق دولي. ماش تنظيم دولي. لانه المنع من الصفر والسجون والمعتقلات ماش بس في مصر. نعم. يا عم الاستاذ. لنا اصدقاء في الاردن. والاردن بلد شقيق وجميل. ان ما فيش واحد منهم كان يطلع ولا يدخل. الا لما الباشا يسأله. نعم. ولك ان تعلم. صحيح اهر. انت فين جاي منين. كان لازم يروح امن الدولة الاول. ولذلك ولذلك ساعات كنا نفاجأ فيه اجتماع مثلا في مكان ما. هيحضروا اعضاء مكتب الارشاد التنظيمي ده. تلاقي الشرق الاوسط كاتب عنه قبلها بيومين. نعم. ايوة منين من انه واحد خارج. الامن استوقف انت رايح فين جاي منين. هتقول ولا لا احنا عندنا مكالمات هاتفية رصدناها. زي المكالمات اللي قيل ان الرياسة رصدتها للنائب العام. بالمناسبة يعني. لقالها الدكتورة صامي العريان. شيء شيء رهيب. ليه رهيب? لازم يخجل من نفسه. ليه? والرياسة تخجل. هل تعتقد ان عدم نجاحه ده التمن? انا ما ليش نعوى بنجاحه ولا استساوته. اه. احنا انتهى. الثورة دي انهت هذا السيستم العفل. كون انه يتنوا موجود في عهد الاخوان. هزي وصمة عار. انه واحد يتلصص عليه. او يتجسس عليه. او يسجله مكالمته. فطرد انا بتكلم مع امراتي ولا مع الاستاذ خيري. ولا مع الدكتور مرسي. ليه كلام يتسجل? عشان ايه? وانا جاسوس. اما الشطروا على اسرائيل والشطروا على امريكا. والهيمنة. وصندوق النقد. مش على كمال هلباوي. وعلى النايب العام وغيره. مهما كان مزنب. لو عنده زنب خده للمحكم. للقاضي. انما انا اسجل للناس تاني. وارجع تاني للمتاع. اللي كانت دايرة ايام فلان وفلان وفلان. لا لا لا. البروتوكولات ممكن تعرض الرئيس لازمات مع الاخوان وفكرهم والتنظيم الدولي. اللي حالتك عاد سسميه تنصيق دولي. وهو بقى اشهر بالتنظيم الدولي. مثل خطابه الى شيمون بريز بما اثاره من ضجة كبيرة. على الصياغة الرقيقة الحنونة المهذبة. احنا الشعب المصر يجب ان يكون حزين. ويعمل مأتم للشفافية. ايه والله. في مدان التحرير. من اللي يقف ياخد العزة دكتور. اه هنلاقي. الشعب كله. الشيخ مظهر وزكريا عبدالعزيز. اه ايه الشعب يقف يعمل. ماتت. يا استاذنا. انا مش عار. قضية زي قضية الغريان والنائب العام. لا يمكن. بعد العلم الكتير. والقضاء. والاهتمام. ومعنى الكلمة ودقتها. واحد مايفهمش التاني. نعم. اما مافهموش. اما بيجذب. بيجذب. في مشكل. طبعا. في واحد. لا يمكن. طبعا. لا يمكن. وكذلك قضية الجواب بتاع بريزة. من زمان. من يوليو حصل الكلام. الخطاب موقع من يوليو. ونفي تماما. لسه واصل مع السفية. ونفوه تماما. مفيش. الشفافية ماتت. مأتم. حتى مع الاخوان. ها. حتى مع الاخوان. هو مرسي من ايه. ايه. طبعا. ما بتشوفش ان ده خطر حتى على الاسلام. معا. من يؤمن بالاسلام. ثقته ما تتهزش. بالتأكيد. ما احنا. احنا. في مشكلة كبيرة جدا. او مشكلتين. انا كنت في. دعوني في نقاط الصحفيين يوم التلات. نعم. تلات اعتقد نعم. لقيت مجموعة معتصمة. وبيوزعوا وراءه. من الصحفيين التؤال الكويسين. حوالي خمسين ستين صحفي. وقدم في الورقة انهم ما تلقوش رواتب منذ سنتين. والقيت بنت. ده في بقى له ما كتر من عشر سنين بتوع الشعب. جريت الشعب. كمان. طبعا. والقيت بنت اميرة قوي نيمة. اسمها فاطمة الحاج. نعم. عاملة اضراب عن الطعام. كادت تموت. وكفانها معا. من مسؤول عن هذا. انا ما كن في السلطة. ولذلك كانوا بيهتفوا بمرارة. مبروك مبروك ينبارك. مرسي هيكمل مشوارك. فقلتهم لا. خلينا بس نبقى منصفين. خلينا. في كلمته يعني لما طلبوا منه الكلمة. قلت لهم الانصاف والموضوعية. ما تدفعنيش للجانب الاخر. وما تتهمنيش. اذا انا قتلت ما تقولش ده قتل وسرق وضرب. قول انه قتل. اذا واحد عمل جريمة. يحاسب بهذه الجريمة فقط. اذا مرسي اخطأ. قول انه اخطأ في كذا. انما ما تقولها هيكمل مشوارك. قلتهم لا. لازم انا معكم. ومع اطصامكم. وحزين للبنت دي. اه ويجب ان تحل اموركم. وانت تظاهر الوقت. انا وقت خلص بس عندي سؤال. خلاص اذا خلص الوقت. انا اسف. يعني. لا لا لا. انا بس عندي سؤال عريض شوية. هو رابط كده. علاقة الاخوان وتأثرهم على العلاقات المصرية في المرحلة القادمة مع دول الخليج. يبدو هناك سؤال حائر. هي ليه علاقة النظام والاخوان مع دولة مثل قطر اكثر واهم واقرب من علاقتنا مع كل دول الخليجة التي كانت علاقتنا. انت سألت سؤال يا استاذ خيري. عايز حل الوقت. عريض ما انا عارف. انا هقولك باختصار. اتفضل يا فن. ايام الملك فصل رحمة الله تعالى عليه. الله الرحمن. وكان راجل له موقف تعرفه في سنة تاتة وسبعين. نعم. تاتة وسبعين طبعا. ومؤتمر اللقات الثلاث. نعم. الخرطوم اللي تحولت الى نعم. نعم. كان استضاف بعض الاخوان فتح لهم الطريق. وهما الاخرين اشتغلوا وافادوا وعملوا. ويمكن كان بيعول على انهم يبقوا يعني في مقاومة القومية العربية وما الى ذلك. المد النصري. بعد كده. اه بعد كده. الامور قلت شوية بشوية 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 في العلاقات وما الى ذلك. حتى يوم طلع الامير نايف الله يرحمه. من يجي عشر سنين وشتم الاخوان اشتيمة فضيعة. نعم. بيقول لعبد الباري عطوان رئيس القدس العربي. رئيس تحرير القدس العربي. انه حاول يجي تحد من الاخوان في مصر يكلم او شيء ملقاش مرديوش. فاتصل بيه عبد الباري. قلت قلت له اجاوبه تمام يعني. وجاوبت عليه بما فتح الله تعالى. كنت تعيش في لندن في هذا الوقت. وانا في لندن. نعم. بعدها بيومين الاخوان كتابوا له جواب كأنهم بيعتذروا عن اللي انا قلت والله. انما انا هحكي لك قصة في غاية الغرابة. وانا بباكستان وانا كتبتها بالمناسبة في مقال من المقالات الاخيرة. نعم. وانا بباكستان سنة الف وتسعمائة تمانية وتمانين جاءني اخ من الامارات. نعم. شوف الف وتسعمائة تمانية وتمانين. وقال لي الاخوان عايزين يستشروك في امر ما. تقول فضل. ده الخاص بتطلب الشيخ زايد. ايوة انت قريته. طبعا. نعم بالتدريب ومحاربة مع الافغانين ضد الروس. يا استاذ يا استاذ نبعد ابعد. نعم. كم ايه اللي عايزين يدربوا الاخوان والافغان. ولتوله حرب الافغان انتهت. نعم. والروس وزمت. حضرتك التحريص حتى لا يقال ان الاخوان يحملون السلام. ايوة. ففجيت بانه لما كتبوا عن الاخوان اللي ابضوا عليهم الان. ان عندهم تنظيم مسلح سنة الف وتسعمائة تمانية وتمانين. اللي هو انت رفضت ايام. تصور. شيء غريب جدا. طيب. قطر. ادي ادي واحد. قطر في النص. قطر بتلعب الدور اللي لعبية السعودية في استضافة الاسلاميين والمؤتمرات وما الى ذلك. ولكن دول الخليج مأمورة. وليست امرة. بما فيها قطر? بما فيها قطر. لانه القاعدة العديد اكبر قاعدة. علاقتهم مع اسرائيل من اهم. عمر الاخوان ما تكلموا على الامريكان في الخليج. ليه? وده غلط. ده غلط. لان انا اخي مستقل. انا دعوة مستقلة. اه حسن من الله يرحمك ان بيتكلم على البريطانيين في مصر ايام الملك. وضرورة قتالهم وتحرير البلد من كل نفوذ اجنبي ومن كل ظلم داخلي. هل تعتقد ان هناك دعم او تمويل قطري باي صيغة من الصيغة او تعاون مالي او اقتصادي? ممكن يكون تعاون انما انا ما بدخلش في قضية المال. نعم. والميليشيات والحاجات دي عمر ما شفتها في الاخوان. نعم. انهم يعتمدوا على حد. نعم. انما انا مش ممكن اتوقع من بلد محتل انه يساعدني. او يقف مع صورتك. ما بتشوفش ان قطر بوجود قاعدة عسكرية اكبر قاعدة عسكرية امريكية. اي. ما بتشوفش ان ده احتلال? لا هم مش شايفين احتلال. لا هم. هم. حضرتك شايفوا ازاي. انا طبعا ده احتلال مية بعضهم ايام ما جيه بوش الاب واحتل المنطقة. كتب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم احتلالين. وسموا عبدالله جورج بوش شوارع. نعم صحيح. يا يا ما اقول ده ده فضايا. احنا امه لها يا لازم تتحرر من كل هذا الاحتلال. انا ازعجني وكتبت هذا في مقال قريب ان كريستين لاجارد اجتمعت بكل وزراء المالية في دول الخليج من عشر ايام. و وحكام البنوك المركزي في دول الخليج كلها. وهي واخدها من السعودية قبل كده خمستاشر بليون دولار لدعم صندوق النقد حتى لا ينهر لاقتصاد العالم. نعم. طلبة الان منهم مبلغ. وده بيعتبر منهم دعم للصندوق. واحنا نروح نطلب قرد من الصندوق. هذه هي الاخوة. ومش هناخده. والله المستعام. بشكر خبرتك مواردين يا دكتور شمال. العفو. بشكرك يا اخي. بشكركم. هطلع فاصل بعد الفاصل هستقبل فضيلة الدكتور اسامة السيد الازهري العالم الجليل بالازهر الشريف وحوار حول مفاهيم الشريعة الاسلامية. نلتقي بعد الفاصل. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة